مصر صحرون كواسات اسكريم يا هلا طبعا هنا عندكم زحمة رمضان شوارع مكة زحمة شوارع مكة في رمضان طبعا هؤلاء الناس تقريبا واجهين من الحرم مخلصين زلات التراويح تقريبا لها كم ممكن ساعة الشي النادر ان الشوارع يعني هنا في جرول تزدحم في المنطقة هذي واو هنا عندكم الحجون هذه البنادق الجديدة اللي توا اشتغلت بعد كورونا طبعا هنا البنادق يعني اشياء ماكن كثيرة كانت مع الطلاة شوف الزحام كل مكان طبعا في رمضان في مكة كل مكان يكون مزدحم مو شرط جنب الحرم ولا قريب من الحرم كل مكان الاسواق المطاعم يقضوا العيد كده فهنا عندكم طبعا حي الحجون خلف الفنادق هذي يقع جبل المدافع جبل المدافع طبعا طلعتوا من قبل راح اطل لكم الفيديو اسهل اللي ما شافهو تفرجوه وهنا عندكم على طول راح يجي سوق العتابية راح اروح هناك ونسوي جولة فخلوكم معايا هذا صاحبتكم ايلين اليوم هي سبب اطلع الصدق يعني في محل يبيع اشياء كده خردوات بريال ونص تقريبا كل شي بريال ونص فعندهم العاب واشياء كده فاتبيع العاب من هناك راح اوديها اشوف ميش تبغى ومنها يمكن امر على السوق اخذ جولة هذا المحل كل شي بريال ونص كل شي بريال ونص كل شي بريال ونص ونص كل شي بريال ونص كل شي بريال ونص اوديها الوضع البعض يجب ان تكون هاد هاد الاطفال هذا بريالة لا يأخذ نرى الباكلات هذا جميل هذا الفترة تلغون 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 الوزيع هذه الحفلات هذه الحفلات أو سنتين تلغون 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 هذا المخاصة الملاعق هذه الحفلات ترى تلغون السجادات كلها بريالة بريالة 75 هذه المناسبة هناك هدايا وأغراض للناس الذين يريدون شيء رخيص بكالات ملونة تريد كل شيء هذه مجموعة خيوط و إبر هذه الحمام هذه خراس بريالين ونصف هذه خراسات ترى هذا كل ما شد باك بريال المستقرير هذه الطابات حلقة العيد هذه المستقرير حلقة الأطفال التي تجمع القرش ترى شراريب بعد ثلاثة بريال باكالات يعني محل زحبة عشان كذا مقارب عين شوفوا هذه صحون و كاسات شموحة بيتحفلات وكيوس سيدات رمضان هذا المواهين من أضافر نص هدايا هنا أزحام الناس والشارع والحافلة والسوق و هنا عندكم هذا الشارع للتبية العام المزدحم دائما في أغلب الأوقات هذا في رمضان لا يحتاج زحمة رمضان طبعا الناس يقطوا لقبل العيد نأخذ اسكريم من هنا طيب أخذت الكيس دا كل اشترته ما شاء الله تبا اسكريم و هنا زحمة الحافلات الحافلات هي أصلا في الأيام العاديها مزدحمة لقد اخذت الكيس دا كلها تبا اسكريم من هناك لقد اخذت الكيس من هناك 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 لقد اخذت الكيس اذكر قبل سنين طويلة كان ازدحم زي كذا حتى ما كان ازدحم لهذه الدرجة يعني كان نقدر نقول ليلة العيد كان زي كذا هذا السنة اشوف الوضع مرة مختلف صدق اني ما احب زحام ولا احب التسوق في زحام ولا احب التسوق في رمضان يعني في زحمة رمضان صدق هنا عندكم وهذا شارع الحب سابقا الشيء الثاني الاسعار تغلى في رمضان لا احب اشتري البطاطس والبليلة طبعا هنا عندكم البليلة اكلاء مكاوية تقريبا حمص اه لا شوية عشان زيدها انا بعيدة عادي عادي حط حمص احطوا فوضو خضار وبهارات بالله كثر الخلف طبعا ايو والله ابغى كل شيء الأن كانت انظر لها انظر يوسئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس ما قدر يعني اخذ راحتي و ادور في الزحام واو الزحام كل مكان بالسوق يجبين توزيعات العيد للاطفال يجبين تراطيع حد العيد واو يبيعنا البليلة نشوف لنا طريق والله انها شكلة بهرب بهرب من السوق نشتري من هنا هكذا الأطفال اشتريت هذا الشيء وهذا السوق راح اخرج منه ما رحت ما لف لفته كامل يعني ما دخلته لين داخل راح اخرج نشوف الشعر ما شوالله العادة يصير يعني في العشرة الأواخر في الأيام الأخيرة من رمضان كده يصير نشوف الشعر لكن هذه السنة المختلفة هذه الدخلة بحق الأكليبية سحما بكل مكان مايك شكرا للمشاهدة شكرا 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 اشتركوا في القناة